اشتركوا في القناة احييكم وارحب بكم على ارضية هذا الميدان ميدان الشحانية من هنا من على ارضية ميدان البصير حيث نشهد وياكم هذا الجمع الغفير وهذه الاعداد الهائلة في هذا المهرجان مهرجان الامير الوالد اطال الله في عمره وجعله ذخرا وسند لنا يا رب العالمين ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته شوطنا السابع للبكار وننطلق لكي نأخذ وياكم جولة تعريفية لسكان الصدارة لولا المتقدم ارى على المركز الاول من ينطلق ويندفع في هذه اللحظات جابر بن راشد بن علي الاصم مع انتباه من تنطلق على المركز لول بينما ثاني الاسماء تصل فن بتحديات فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت من يصل ويتقدم على المستوى الثاني ثالث الاسماء الوصول والقدوم من قبل ضيافة في هذه اللحظات بتحديات حمدان بن محمد بن عبيد بن ملف المزروعي من يصل على المستوى الثالث رابع الاسماء القدوم والوصول من نوادر حمد بن فرج بن هادي المعيان المري من يصل على المستوى الرابع وخامس الاسماء من نختم به النداء يا أخواني تصل في هذه اللحظات رجو سعيد بن مبارك بن محمد آل جهويل المري هكذا هي النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام نعود وياكم والعود وأحمد إلى الصدارة الأولى على الانطلاق الأول من ينطلق ويندفع في هذه اللحظات فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل من ينطلق بتحديات فن الكل في هذا اليوم وفي هذا المهرجان باحث عن ناموس وعن نقطة وله الشرف في هذا الفوز في مهرجان المؤسس طيب الله ذراه ولكن مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه ولكن على المستوى الثاني أرى من يصل ويتقدم جابر بن راشد بن علي لصم مع انتباه وتحديات الانتباه تصل على المستوى الثاني بينما ثالث الأسماء القدوم من قبل في هذه اللحظات ضيافة حمدان بن محمد بن عبيد بن ملف المجروعي من يصل على المستوى الثالث الأسماء والشعارات تصل وتتقدم من أجل الناموس ومن أجل الانتصار أرى على المستوى الرابع نوادر حمد بن فرج بن هادي المعيان المري يصل في هذه اللحظات ويتقدم خامس الأسماء القدوم والوصول من قبل الرجو في هذه اللحظات سعيد بن مبارك بن محمد الجهوي للمري هكذا هي النتيجة مشاهدين العزاء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة كيلو ومئتين متر ما تفصلنا عن خط النهاية ولا زالت متحكمة بزمام الأمور فن ولا زالت تتفنن على المركز الأول بينما المركز الثاني من يصل من يتقدم في هذه اللحظات ولكن يا أخواني الأسماء والشعارات تصل وتأتي في هذه اللحظات سيل جارف من هذه الأسماء الكبيرة المثيرة التي قد صالت وجالت في ميادين التحديات ارصد لي هذا الاسم الذي استلم في هذه اللحظات أمواج عتيق بن فران بن عتيق البريد المري من ينطلق من يندفع ولكن حذاري ثاني القادمين تصل نوادر حمد بن فرج بن هادي المعيان المري وثالث الأسماء مرحبا محمد بن علي بن راشد بن عيران المري الأمتار الأخيرة الأمتار الحاسمة يا أخواني الله 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 ولكن تغيّلان في هذه اللحظات تغيّر نوادر نوادر والاسم القادم تصل في هذه اللحظات مهابة هادي بن راشد بن خالد الشهواني الله يا الشهواني جات كلي كلها غارب وجوف جايعت ركذ على السبق الضمية الله يا الشهواني من فاجأنا في الأمتار الأخيرة في الأمتار المجنون لك السلام والتحية والاحترام من قدم لنا هذه البطلة والنادرة والمتميزة التانرة والنموس لمالك مهابة هادي بن راشد بن خالد الشهواني وثاني الأسماء كان على المستوى الثاني نوادر حمد بن فرج بن هادي لمعيان المري من قدم لنا نوادر التي تشكل على أداها وثارث الأسماء كانت مرحبا محمد بن علي بن راشد بن بعيلان المري ورابع الأسماء كانت أشغال سعد بن سعيد بن سعد الرفاد المري موسيقى موسيقى موسيقى